يقول هذا الطفل الصغير الذي كان يلعب في المسجد كان يعني يمر أمام الصفوف والإمام وهم مصطفون خلف الإمام أثناء الصلاة يقول أن بعض المصلين كان يحاول منعه من المرور هل مرور مثل هذا الطفل الصغير وعمره ثلاث سنوات وهم يصلون خلف الإمام يقطع الصلاة أو لا؟ أولاً هذا في الحقيقة من بأثار غير قميدة لإدخال الأطفال غير مميزة في المساجد يشويشون على المصلين وعلى الإمام في هذه ليست بالسهلة فلا يجوز هذا لا يجوز هذا للأولياء والآباء والأمهات وغيرهم يسمح لهم بدخول المسجد أما موضوع هناك فرق بين الصغير والكبير لا أدري لا أذكر بهذا حكماً ولكن الذي عليه زماهر أهل العلم هو ما يتعلق بأن قطع الصلاة المقصود هو نقصان وأجرها فإذا منعه سواء كان صغيراً أو كبيراً كان هذا مشروعاً لا يسمح له صغيراً أو كبيراً أن يمر بين يديه إلا إذا خشم مفسد أعظم أو يكون يتابع والد أو سيدهب إليه ربما صرخ وربما أدى إلى مفسد أكبر هذا شيء آخر أما مع القدرة على منعه دون مفسده فهذا واجب ولكن هل تنقطع الصلاة بمعنى أنها تبطل فيستقبل صلاته من جديد ولا يعتد بما مضى الجواب قول الجمهور أنها لا تبطل وهذا أرجح الأقوال وهو أن الصلاة صحيحة مع نقصان أجرها إذا قدر قدر على مدافعة هذا المار والله أعلم ترجمة نانسي قنقر